شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودللنات وزينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا بيان نبوي منير يبرز لنا فضل ومكانة وقدر ومنزلة ليلة القدر يقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقيام ليلة القدر هو سبيل الرئيس لمغفرة الذنوب هو سبيل الرئيس لأن ينال الإنسان من مغفرة ربه ورضوانه ورحمته عز وجل لأجل ذلك نبه أيضا صلى الله عليه وسلم على عظيم خسارة من لم يغتنم فضل هذه الليلة فنبه أنه من حرم خير هذه الليلة فقد أصبح محروما من الخير كله هذا ما جاء نصه أيضا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الحافظ بن حجر أراد أن يتناول لنا بعض الآراء التي تتعلق بسبب تسمية القدر الذي أضيف إلى هذه الليلة فقال القدر يطلق على القدر الذي هو مؤاخي القضاء وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم فكأن القدر من القدر والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة كل المقادير الذي شاءها عز وجل كذلك أيضا سميت هذه الليلة بليلة القدر من العظمة ومن الرفعة ومن المكان العالية ومنها قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره ويكون المعنى هنا أن هذه الليلة هي ليلة ذات قدر لأن القرآن الكريم نزل فيها وقيل لأن للطاعات فيها قدرا وقيل لأن الله تتنزل منه الرحمات والبركات على عباده المؤمنين كذلك قيل إن القدر هنا من التضييق ويكون المعنى أن هذه الليلة تضييق بكثرة نزول الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها وهذا مأخوذ أيضا من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه إذن الباحث عن أسباب هذه التسمية للقدر سيجد ألوانا من الأراء التي تتعلق بهذه التسمية في هذه الليلة الكريمة يستحب لكل إنسان مننا أن يكون حريصا على قيامها والقيام لا يتحقق فقط بالصلاة بل يتحقق أيضا بذكر الله عز وجل بالاستغفار بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل لون من ألوان العبادات والطاعات التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه عز وجل كذلك أيضا الدعاء حين قالت السيدة عائشة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الكريم أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمو بالسيدة عائشة ومن ثم يسمو بالأمة كلها في أن يكون الدعاء بالعفو لأن العفو هو ستر العفو هو محول للذنوب فلن تجد هذا الذنب إن شاء الله عز وجل علينا أن نغتنم فضل هذه الليلة التي أخبرنا القرآن عنها بأنها خير من ألف شهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة وأن يرزقنا الخير والبركة فيها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم